بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بركاته اهلا بكم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في قناة جديزة ابتدائي مع عام السناء السمان نهاردة ان شاء الله نشتغل من كتاب المعاصر على صفحة مية خمسة وتمانين فيها لسون ثري عندنا الدرس التالت في يونت تن الوحدة عشرة درس التالت في الوحدة عشرة اول جزء عندك يعني داخل هاتف محمول فكرك ان احنا شغالين نفس المنهج ده من كتاب جيم لو حابب تتابع معنا يعني داخل هاتف محمول الهاتف المحمول اللي هو الموبايل مفكرتش مرة ايه داخل هذا الموبايل في ايه جوه الموبايل ده الدرس ده بتكلم عن كده مفتاح المفردات يعني استمعوا وردد مفردها يعني معدن متلز معادن ايرث ايرث ارض ايرث طبعا الارض المانت المانت عنصر المانت عنصر المانت لو انت ضفت لها اس هتبقى ايه عناصر رير رير يعني نادر رير نادر يعني معادن نادرة الامانيوم 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 اللي هو معدن الالومانيوم precious precious ثمين precious ثمين أو نفيس نعمل منقول معادن نفيسة معادن ثمينة طبعا c-i-o-u تنطق precious precious يعني ثمين أو نفيس extra vocabulary الكثير المزيد من المفردات المزيد من المفردات سيربرايزد يعني مندهش سيربرايزد مندهش سيلفر فضة سيلفر فضة معدن الفضة سيليكا سيليكا هو مادة السيليكا سيليكا مادة السيليكا بكل دي حاجات هنلاقيها فين في الموبايل كابر كابر هو نحاس كابر نحاس ده برضو معدن من المعادل ديب ديب دي صفة معناها عميق ديب عميق جولد جولد ذهب جولد ذهب معدن الذهب اكسلنت اكسلنت يعني ممتاز اكسلنت ممتاز الكهرباء 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 نشوف هنا يعني تصريف الأفعال عندنا ريجلر بربس أفعال منتظمة فيه زي ايه كوندكت كوندكت يعني يوصل كوندكت يوصل كوندكتد يعني وصل طيب هنا كوندكت كوندكت يربط كوندكت يربط كوندكتد يعني ربط كده ضفنا للفعل ايدي وده برضو ضفنا له ايدي يعني يهتز ضفنا له دي عشان هو اساسا ينتهي بايه يعني اهتز ماكس ماكس يخلط ماكسد ماكسد خلطة هنشوف هنا افعال غير منتظمة شكلها بيتغير في الماضي عن المضارع زي ايه برينج برينج يحضر برينج يحضر او يجلب يجيب شيء يعني برينج يجلب او يحضر بروت بروت يعني ايه بروت احضر او جلب بروت احضر او جلب فايند فايند یجد فاوند وجد لايت اوب لايت اوب يعني يضي لايت اوب احنا عالفين لايت معناها ضوء او نور لكن لما تيجي لايت اوب يبقى ده الفعل نفسه معناه يضي طيب الماضي لت اوب لت اوب او في حاجة تاني لايت اوب يعني ممكن نجيب لايت الفعل ده ونضف له ايدي هيبقى لات اوب يعني أضاءة برضو ممكن وليت أب معناها أضاء يبقى دول اتنين دول ماضي لأيت أب ليرن يتعلم ليرن يتعلم ليرنت يعني تعلمة ممكن ناخد الفعل ده ونضف له ت أو ليرند ليرند هنضيف إيدي يبقى تعلمة يعني تعبيرات همة وحروف جر همة مكسد ويذ مكسد ويذ يعني مختلط بي مكسد ويذ مختلط بي اكسلينت فور ممتاز لي طبعا اكسلينت يعني ممتاز فور لي ديب اندر زي جراوند ديب اندر زي جراوند يعني تحت أعماق الأرض ديب أساسا معناها عميق اندر تحت زي جراوند الأرض ديب اندر زي جراوند connect and function well connect يعني يتصل and function well ويعمل جيدا part of جزء من rare earth metals يعني معادن الأرض النادرة rare يعني تنادر earth metals معادن rare earth metals يعني معادن الأرض النادرة precious metals precious metals يعني معادن نفيسة المعادن الثمينة in a pure form يعني في شكل نقي in a pure form في شكل نقي نشوف هنا في صفحة 186 بيقول ايه look انظر listen استمع and read واقرأ metals in cell phones يعني المعادن في الهاتف المحمول ايه المعادن الموجودة في الهاتف المحمول بيقول ايه did you know هل تعلم we use around 70 different metals in cell phones يعني نحن نستخدم حوالي سبعين معادن مختلف في الهاتف المحمول many people are very surprised يعني الكثير من الناس يندهشوا جدا when they learn this عندما يعلموا ذلك so لذا let's learn more about هيا نتعلم المزيد عن the metals in your cell phone يعني المعادن الموجودة في هاتفك المحمول we can find يمكننا ان نجد two different types يعني نوعين مختلفين من of metals من المعادن يمكننا ان نجد نوعين مختلفين من المعادن في الهاتف المحمولة in the phones في التليفونات اول حاجة precious metals اللي هي ايه المعادن النفيسة like مثل ايه المعادن النفيسة موجودة في التليفون او الهاتف المحمول gold and silver الذهب والفضة and rare earth metals يعني ومعادن الارض النفيسة يبقى عندنا نوعين النوع الاول اللي هو precious metals المعادن النفيسة اللي هي ايه gold and silver طيب النوع التاني اللي هو ايه rare earth metals اللي هي معادن الارض النفيسة اتكلم اول حاجة عن precious metals المعادن النفيسة we use gold and silver نحن نستخدم الذهب والفضة because ليه لان they are excellent for conducting electricity انها ممتازة لتوصيل الكهرباء يبقى الذهب والفضة دي معادن ممتازة لتوصيل الكهرباء على شكل كده بيستخدموها كمعادن نفيسة في الموبايل او الهاتف الجوال other metals المعادن الاخرى you can find التي يمكنك ان تجدها which are less expensive اللي هي اقل في السعر هي معادن اقل في السعر من gold والsilver الذهب والفضة طيب ايه هي are copper and aluminium يعني copper اللي هو النحاس ويمدد كمان معدن ايه الالمونيوم دول اقل اللي هما less expensive عن ايه عن الدهب والفضة all these metals كل هذه المعادن help the different parts of the cell phone يعني تساعد الاجزاء المختلفة للتليفون المحمول to connect and function well ان يتصل ويعمل جيدا طيب نشوف هنا صفحة 107 و80 بيكمل باقي المعادن والحاجات الموجودة داخل الموبايل rare earth metals يعني معادن الارض النادرة طيب ايه هي بيقول ايه we also use rare earth metals in cell phones يعني نحن ايضا نستخدم معادن الارض النادرة in cell phones في الهواتف المحمولة you can find them يمكنك ان تجدهم all over the world في كل انحاء العالم deep in the ground تحت اعماق الارض they are called rare earth يعني تسمى ايه rare earth هي معادن الارض النادرة لم نسميها كده because you don't find them in a pure form لانك لا تجدهم in a pure form يعني في شكل نقي طيب امه الايه they are mixed with other metals يعني هي مختلطة بمعادن اخرى يعني المعادن دي لو انت بحست عنها هتلاقيها تحت اعماق الارض مش لوحدها مختلطة مع معادن تاني فعلشان تحصل عليها هي لوحدها نقية pure محتاج انك انت طبعا تنقيها بعمليات كتير هتستهلك الكتير من المال والوقت والجهد فعشان كده هي اسمها ايه rare earth metals هيقول هنا rare earth metals معادن الارض النادرة are very important هم جدا to the cell phone too للهواتف المحمولة ايضا they make the cell phone تجعل الهواتف المحمولة او الهاتف المحمول light up and vibrate يعني يجعلها تضيء وتهتز they give life to the cell phone انها تعطي الحياة للهاتف المحمول يبقى احنا حتى الان اتكلمنا عن precious metals اللي هي المعادن النفيسة وكمان rare earth metals المعادن النادرة في حاجة تاني لسه في الموبايل اللي هي ايه other elements يعني عناصر اخرى there are other elements in the cell phones too يعني يوجد اه عناصر اخرى ايضا فين فيه cell phones الهواتف المحمولة زي العناصر دي like glass glass اللي هي الزكاك plastic اللي هو plastic and silica ومادة silica but لكن the most important parts الاجزاء الاكثر اهمية هي ايه are the metals المعادن which come from deep under the ground التي تأتي من تحت اعماق الارض هنشوف هنا بoread and identify يعني اقرأ وتعرف عندك الكلمة وتعرفها باللغة الانجليزية word الكلمة to connect connect يعني يصل طيب يعني ايه يصل to link ان تربط two or more things together يعني اتنين او اكثر من الاشياء معا precious precious يعني ثمين او نفيس يعني when something is very expensive عندما يكون الشيء very expensive يعني غالي جدا كده نقول عليه ثمين او نفيس pure form pure form شكل نقي something that is not mixed with other material يعني الشيء that is not mixed with ليس مخلوطا ب او ممتزق ب other materials يعني او other material مع مادة اخرى ده بيكون نقي شيء مش مختلط مع اي مادة اخرى rare rare يعني نادر يعني ايه نادر when you can't find something often عندما لا تستطيع ان تجد شيء ما often عادة اوكي ده كده يبقى شيء نادر نشوف هنا صفحة 188 يعني تدريبات عامة على الدرس التالت الجزء الاول read and complete the text يعني اقرأ واكمل النص with words from the box بكلمات من الصندوق هي كلمات الصندوق ground ارض cell phone هاتف محمول electricity electricity كهرباء metals معادن هنا بيقول ايه we use our cell phones everyday يعني نحن استخدم هواتفنا المحمولة كل يوم we can find two different types of يمكننا ان نجد نوعين مختلفين من ايه in the phones في الهواتف ممكن نجد ايه ايه نوعين المختلفين من ايه بقى من metals metals معادن يبقى هنكتب هنا معادن metals ها دي metals 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 معادن وهنكبر كده طيب هيتكلم عن المعادن دي بيقول precious metals like gold and silver and اللي هي المعادن precious الثمينة المعادن الثمينة او النفيسة زي ايه gold and silver اللي هو الزهب والفضة طيب في حاجة تاني نعدتان هو ايه and rare earth metals معادن الارض النادرة we use gold and silver يعني احنا نستخدم الذهب والفضة because they are excellent for لانها ممتازة ل conducting وتوصيل ربط او توصيل توصيل ايه electricity كهرباء يبقى gold and silver جيدين جدا لتوصيل الكهرباء يبقى هنقول electricity ايه دي electricity كهرباء بعد كده بيقول ايه all these metals يعني كل هذه المعادن help the different parts of the كل هذه المعادن تعمل ايه تساعد الاجزاء المختلفة لأيه to connect and function well ان تتصل وتعمل جيدا يبقى هي بتساعد اجزاء ايه the cell phone يبقى هنكتب هنا cell phone اه the cell phone the cell phone بعد كده هنشوف هنا بيقول number two read and read the passage and answer the questions يعني اقرأ الفقرة واجب عن الاسئلة cell phones help us with our lives يعني الهواتف المحمولة تساعدنا في حياتنا a cell phone is الهاتف المحمول هو a kind of telephone هو نوع من التليفونات it's a very useful device for us انه جهاز device دي معناها جهاز جهاز مفيد جدا لنا انه جهاز مفيد جدا لنا through the cell phone يعني من خلال الهاتف المحمول we get and send news يعني نحصل على ونرسل اخبار play games نلعب الالعب and make calls هو نجري اتصالات نجري اتصالات people can communicate at home through it الناس يمكنهم التواصل في المنزل through it من خلاله we use around 70 different metals in cell phones يعني نحن نستخدم حوالي 70 معدن مختلف في الهواتف المحمولة they are the things انها الاشياء which brings the cell phone to life انها تجعل للموبايل او الهاتف المحمول حيا تجعل له حيا او تجلب له الحيا we can find different types of يمكننا ان نجد انواع مختلفة من metals in the phones يعني انواع مختلفة من المعادن في التليفونات او في الموبايلات like gold silver and rare earth metals مثل الزهب والفضة ومعادن الارض النادرة a choose the correct answer اجيب عننا الاسئلة التالية the text is about text معناها النص عايز اقولك النص ده عن ايه tablets عن التابلت ولا cell phones الهواتف المحمولة ولا computers اللي هي الكمبيوتر لا هو عن ايه cell phones عمال يتكلم عن الهواتف المحمولة وادي اهو الدليل بادئ الفقرة بيها cell phones كذا كذا عمال يحكي عن cell phone طيب هنا نابر 2 عايزي ناخد رقم من ده ونقول all different metals can be used in the cell phones هنختار طبعا 70 هو ده الرقم الوحيد الموجود عندك في الفقرة بيقول 70 معدن مختلف يمكن استخدامهم في التليفونات المحمولة بي answer the following questions اجيب عنا الاسئلة التارية برضو على نفس الفقرة what can we do through the cell phone يعني ماذا يمكننا ان نفعل من خلال cell phone من استخدمه في ايه cell phone ده الهاتف المحمول هنرجع للفقرة كده هنقول اهي مكتوبة قدامك بيقول through the cell phone يعني من خلال الهاتف المحمول we get and send news play games and make calls يعني ممكن ناخد من اول اه دي من اول هنا اجابتنا we get and send news play games and make calls كل ده احنا بنعمله من خلال الهاتف المحمول يمكننا ان نحصل على ونرسل اخبار نلعب الالعاب ونجري اتصالات number four which metals do you find in the cell phones يعني ما المعادن التي يمكنك ان تجدها في cell phones اللي هي الهاتف المحمول ممكن ايه المعادن ايه المعادن هنا بيقول we can find different types of metals in the phone like ممكن نقول من اول هنا like ايه like ايه gold silver and rare earth metals كل دي معادن ممكن نوجدها في الموبايل في الموبايل طيب بعد كده نشوف صفحة 189 اقرأ وصل اول حاجة هنا عندنا a و b a هنا فيها number one المعادن الاقل ثمنا هي هي ايه هنختار حاجة من دول هنقرأهم كلهم ونترجمهم عشان نعرف هنختار ايه يعني هام leave cell phones للحواتف المحمولة ولا light up and vibrate يعني تضيء وتهتز in a pure form في شكل نقي copper and aluminium يعني النحاس والالومونيوم ولا excellent for conducting electricity ممتازة لتوصيل الكهرباء metals in cell phones يعني معادن في هواتف محمولة هنختار ايه هنختار d الهي كده هنا لحاجة d طيب هنقرأ الجملة هنقول المعادن الاقل ثمنا هي ايه هي copper and aluminium النحاس والالومونيوم number two we use rare earth يعني نحن نستخدم rare earth لازم تيجي بعدها كلمة ايه metals عشان تبقى معادن الارض النادرة فين كلمة metals اهي هنوصل كده عند f هنقول we use rare earth metals in cell phones يعني نحن نستخدم معادن الارض النادرة في الهواتف المحمولة number three rare earth metals معادن الارض النادرة مالها هنقول are important to the cell phones أو to cell phones يعني هي هامة للهواتف المحمولة number four metals make the cell phone المعادن تجعل الهاتف المحمول تجعل الهاتف المحمول light up and vibrate يعني يضيء ويهتز number five هنا بيقول we use silver because it is نحن نستخدم silver اللي هو الفضة because لأنها ايه it is excellent for conducting electricity أنها ممتازة لتوصيل الكهرباء هنشوف بعد كده هنا number four يعني قعد تلتيب الكلمات to make correct sentences لتصنع جمال صحيحة number one the 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 المعناها لتيجي قبل الاسم give يعطي to حرف جر cell تجي معها phone cell phone معناها هاتف محمول metals معادن life حياة phone نحن قلنا هتيجي معها cell طيب هنقول اول حاجة ايه metals هنبدأ بيها طيب كده هنبدأ بي metals كده هيا الفاعل بعد الفاعل يجيه الفاعل فين الفاعل هنا give يعني تعطي المعادن تعطي تعطي ايه تعطي الحياة طيب تعطي الحياة لايه جداً للهاتف للهاتف المحمول نمبر تعني غالي يعني ثمين جداً هنبدأ بيه نبدأ بيه ايه يبقى نقول وبعد كده ايه طبعاً انت هتكتب الجمل دي كلها مرة تانية هنا بس احنا بنضع ارقام علشان وقت الفيديو ما بقاش طويل نمبر ثري هنا elements معناها عناصر mobile اللي هو الموبايل there are يوجد in ده حرف جر معناه في او داخل phones يعني هواتف other اخر او اخر طيب هنبدأ بيه there are there are ايه there are other elements هنكتب هنا other number two هنكتب هنا two عشان other تبقى number two بعد كده elements يعني عناصر اخرى in mobile phones في ال هواتف المحمولة هناخد in وبعد كده نقول mobile phones هذه الترتيب there are you got other elements يعني عناصر اخرى in mobile phones في الهواتف المحمولة number four are the verb to be للجمع metals معادن what معناها ما او ماذا تسأل عن غير العاقل precious يعني ثمين او نفيس يبه نبدأ بايه كلمة الاستفهام بعد كلمة الاستفهام ايه هنجيب are هنقول what are what are precious metals ما هي المعادن النفيسة هنقول precious وبعد كده metals وصلنا ل number five يعني ضع علامات التقييم للجمع التالية number one مثل give life to the cell phone يعني المعادن تعطي الحياة to the cell phone للتليفون المحمول طبعا اول حاجة حرف M يبقى كبتل بداية الكلام give life to the cell phone خلصنا لجملة عادية نضع اخرها اول حاجة حرف Y يبقى كبتل بداية الكلام هنا don't هي do و not في الاختصار هنا بتاع not الاختصار بنحط لها ايه apostrophe يعني فاصلة علية تبقى فوق ادي فاصلة علية هنا الكلام اللي جو الاقواص الصغيرة هنعمل زيها بالضبط زي ما هم موجود عندك هنعمل ادي قوسين هنكتب فيها الكلمة ويدرق صغيرين التانية خلصنا كده يبقى اخر حاجة نضع للصبل لاني دي برضو جملة عادية هنشوف صفحة 190 عليها جزء التاني من جزء التاني ماث رياضيات مفردات استمع ورد يعني موازي يعني ايه موازي يعني يعمل توازي هنشوف من خلال الامثلة اللي جاية يعني التوازي في ارياضيات خط خط زاوية زاوية يعني عمودي الخطوط يعني يشكل عمودي خط عمودي هي كلمة طويلة طويلة سهل انك انت تجزئها عشان تعرف تحفزها يعني عمودي الخطو يعني درجة يعني شكل يعني الخطوط المستقيمة يعني علاقة الخطوط المستقيمة طبعا احنا عالفين يعني ايه خط مستقيم الواحد من دول اسمه خط مستقيم طيب لما يكون فيه اتنين خط مستقيم الشكل ده اسمه يعني متوازي متوازي اما لما يكون بالشكل ده اسمه يعني عمودي وهنشوف كل واحدة فيهم شرحها ايه اول حاجة هنبدأ بيه يعني الخطوط المستقيمة المتوازية two or more lines which are next to each other two or more lines يعني خطين او اكثر which are التي خطين اكثر دول next to each other يعني بجانب بعضهم البعض يبخطين جنب بعض never touch meet each other الخطين اللي جنب بعض دول لا يتقابل ابدا مع بعضهم البعض ما يقبلوش بعض ابدا علشان دول متوازيين all the same distance apart يعني ايه دائما نفس المسافة المتباعدة بين الخطين دول هنشرح على الرأس ايه خط مستقيم وخط تاني مستقيم الخطين دول لا يمكن ان يتقابل ابدا طرام انهم لا يمكن ان يتقابل يبقى دول اسمهم متوازيين وهد لا ان المسافة بينهم في كل مرة هنا في النص دي نفس المسافة يبقى هم خطين متوازيين او اكثر ممكن يكون في خط ثالث هنا برضو يبقى متوازي معهم هي دي اسمها يعني خطوط مستقيمة متوازية لا تتقابل ابدا طيب هنشوف هنا يعني امثلة على خطوط متوازية اه دي خطين متوازيين اه دي المصطرة المصطرة حفة المصطرة هنا وهنا تبقى دي خطوط متوازية حفة الكتاب هنا وهنا لا يمكن ان يتقابل كمان هنا صور صور لي جنينة او اي مكان يبقى دي خطوط متوازية هنشوف هنا صفحة 191 فيها prependicular straight lines يعني خطوط مستقيمة لكن متعامدة طيب هنقول they form four right angles they form يعني يشكلون الخطوط دي تشكل تشكل ايه four right angles يعني اربع زوايا قائمة لما نقول right angles يعني زوايا قائمة احنا خدنا angle يعني زوايا right angles يعني زوايا قائمة يبقى الخطوط المتعامدة هتديني اربع زوايا قائمة meet each other at a right angle 90 يعني تقابل بعضها البعض يتقابلوا الخطوط المتقاطعة دي اللي هي المتعامدة هيقابلوا بعضوا يصنعوا زوايا قياسها 90 درجة هنشوف ده على الرسم بيقول يعني امثلة على الخطوط المتعامدة ادي خط اهو وده متعامد عليه يبقى دي اسمها خطوط متعامدة بس الزاوية اللي هو صنعها دي 90 درجة اسمها ايه right angle right angle يعني زاوية 90 زاوية قائمة ده 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 برضو حفت الكتاب اهو ادي كده دي اسمها خطوط متعامدة عشان تقبلت مع بعض لما الخطوط تتقابل مع بعضها في نقطة وتصنع زاوية قائمة يبقى دي اسمها خطوط متعامدة ده برضو مثال برضو لخطوط متعامدة بتعمل زاوية 90 درجة هنا هادي اهو بالرسم خط رأسي وخط افقي اهو تقابل مع بعض في نقطة واحدة المسافة بين النقطتين دي 90 درجة يعني زاوية قائمة right angle يبقى دي اسمها ايه اسمها يعني خطوط متعامدة هنشوف هنا اكتيبتي بيقول يعني ضع دائرة حول الحروف التي لها خطوط متوازية هنا عامل هو اول حرف حرف في خطوط متوازية ادي خط وادي خط هنا حرف زد برضو هنعمل عنده دايرة لحظة واحدة حرف زد ده في خطين هنا متوازيين ادي خط وادي خط لكن الوصل اللي في النص ده عشان نكمل الحرف لكن طول ما الخط ده ممتد او الخط ده ممتد لا يمكن ان يتقابل ابدا علشان كده هما يعني خطوط متوازية اما ده حرف ايه الخطين دول متقابلين يبقى ده مش يعني مش خطوط متوازية ده خطوط متوازيين فينهم هادي خط اهو وهادي خط التاني هنشوف هنا بيقول يعني لون الشكل يعني الذي يوضح خطوط متوازية باللون الاحمر يبقى انت هتبص على الاشكال اللي قدامك الهندسية دي لو لقيت اني فيها خطوط متوازية هتلونها باللون احمر والاشكال اللي هي بتوضح خطوط متعامدة لونها باللون ده طبعا لمحب الالوان سلة بقى ولون حسب الشروط اللي احنا قلناها هنشوف هنا صفحة مية اتنين وتسعين جنرال عندنا تدريبات عم على الجزء الثاني من الدرس الثالث يعني اكتب متوازي او متعامد كل زوجة من الخطوط التالية يبقى انت هتبص على كل واحد هنا في نمبر وان عندك خطين هنا بيقول الخطين ما لهم هنكتب ان دول خطين متوازين هنجيب الكلمة دي هنا ونكتب ها هنا يعني معناها متوازي طيب الخطين دول طالما تقاطعوا تقابلوا مع بعض وتقاطعوا عملوا زوايا قائمة يبقى دول هنكتب كلمة الكبيرة دي هادي بري بري بان دي كولر هادي كولر بري بان كولر يعني متعامد يبقى الخطين دول متعامدين طيب الخطين دول لو امتد المستقيم ده للآخر هيتقاطع مع ده يبقى دول برضو خطين متعامدين هناخد نفس الكلمة دي وهنكتب هادي بري بان دي بري بان دي كولر هادي بري بان دي كولر اللي هي متعامدين طيب اما دول طبعا واضح نهما متوازئين لا يمكن ان يتقابل ابدا فهنكتب عندهم يعني متوازئ يعني يعني متوازئ هنشوف هنا في number 2 بيقول write the colors of each pair of parallel lines يعني اكتب الالوان بتاعة كل زوج من القطوط المتوازئ طب هنا في خطين متوازئين فينهم ادي واحد وادي واحد يبقى blue and green وهو كاتب كده طب هنا في خطين متوازئين انهم blue and orange يبقى نكتب كده الخطين هم blue blue والتاني لونه orange هنكتب كده orange اما هنا في number three الخطوط المتوازئة هي orange والblue هادي orange orange والتاني blue العكس هادي blue اللون الازرق اما الخطوط دي طبعا ممكن تتقابل يعني هي غير متوازئة يعني متعاملة مش هنلونها اما دول في خطين متوازئين هما green and black هنقول green هادي واحد لون green والتاني black black اللي هو اللون الاسود number three بقول choose the correct answer between brackets يعني اختر الاجابة الصحيحة من بين القوسين any two straight lines يعني اي خطين مستقيمين that never touch اهم حاجة هنا في الجملة never touch or cold التي لا تتقابل ابدا لا تتلامس ابدا or cold اسمها ايه الخطين اللي هما متوازين هنسميهم خطين pearl ولا هنقول عليهم pearl يعني متوازية طالما never touch لا تتلامس ابدا number number two any two lines that يعني اي خطين هما اللي هما فيهم ايه meet at a point يعني يتقابل في نقطة and make four right angles ويصنع اربع خطوط اربع زوايا اربع زوايا قائمة طالما هو بيتقابل في نقطة ويصنع اربع زوايا قائمة مش بس كده الزوايا قائمة قياسها 90 درجة اسمهم ايه طبعا يعني متعامدين كده خلصنا ليس ان فيه كله بالجزئين وحلين عليه ان شاء الله نستكمل مع بعض عشان نحن انتحنتنا تابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته